اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي هي صحة القدمين في مرضى السكر والقدمين لهم اهمية خاصة دي حاجة الجزء التاني اللي اتمنى يكون فيه ساعة من الوقت عشان نتكلم فيها اللي هي المس اندرستاندنج في تلقي معلومات الطب او المعلومات الطبية اللي هو عملية عدم الادراك الكامل لتلقي المعلومات الطبية من قبل السادة المعالجين سواء كانوا اطباء عاديين او متخصصين او اساتيزة او ما الى ذلك نظرا لصعوبة المستوى الطبي اللي هو الفهم الطبي للاشياء يعني ده لو واحد معلش مش عاوزين نزعل من بعض لو الواحد رايح بيشتري تلفزيون او بيشتري كاميرا او بيشتري موبايل جديد اول مرة يستعمله وقاعد مع الراجل اللي بيشرح له الموبايل على ما بيفهم الموبايل ده وكوة ثلاث شهور وهذا ليس قصور في ذهنه مع ان حاجات الموبايل مكتوبة في صفحتين يعني صفحتين دول بيضطر انه يفهمهم من ثلاثة الى ستة شهور مثلا على ما يطلع كل مميزات الموبايل اللي معاه ولا سامة لو كان حديث شوية فهو ده بينطبي او بهذا نفس الوضع بيتطابق مع الاداء الطبي على مستوياته المختلفة يعني لو كان المستوى اللي بيتكلم عليه الدكتور مع المريض او اهل المريض بيتكلم على مستوى الممارسة العام يبقى زي الموبايل القديم زي ما يكون اشترى موبايل اللي هو اول ما طلعه سنة 2000 كده ولا 1999 اول ما بابلات طلعت كان هو يدوبك يطلب الرقم بالعافية واندور في الفون بوك بتاعه اللي هو الارقام المحتوطة فين يبقى ده الدكتور الممارس العام فبالتالي توصيل المعلومة السطحية البسيطة الغير سليمة في معظم وعوضاعها تستقبل بسهولة جدا كما لو كان ده موبايل بدائي احنا اشترناه سنة 2000 نيجي الموبايلات بعد كده تطورت شوية بدأت ما كانت بتشيل 100 اس ما بقت تشيل 500 وتضف فيها حبة حاجات انها تغني وترقص وكلام من ده وتحط مزيكة وان انت تبقى الرنة ومش الرنة وتغيرها وتاخدها وبلوتوث ده الاخصائي وكان الموبايل ده عشان تعرف تفهمه كويس يستقبل اسبوع ولا اسبوعين لحد ما تقرد تفهمه وده مستوى الاخصائي في الطب اللي هو متخصص معا ماجستير او دكتوراه جديدة او ما شابه هذلك فبالتالي بيكون المعلومة اللي عنده الى حد ما شبه معقدة ولكنها ليست بالمستوى الراقي جدا اللي هو يصعب فهمه فيبقى الموبايل اللي احنا الاولنا تكلمنا عليه اللي هو بيتفهم خلال يومين او اسبوع التاني ده بيقعد من اسبوعين لتلاتة وقلنا الاولان البسيط ده زي الممارس العام الدكتوري العام والتاني زي الاخصائي سواء معا ماجستير او بده الدكتوراه نيجي بقى الموبايلات الجديدة اللي طالع بقالها دلوقتي اللي هو الباد والايفون والامو فور والاخفون ده كل حاجات ومتقدمة جدا وصلت اليها او اطيحت لنا في هذه الفترة يقعد البني ادم على الفهمها ممكن شهر او شهرين او ايه ولا سبب التكلم عن الناس بيفهمها الاول مرة مع ان اللي برضو الورقة المكتوبة او الكتيب اللي بتاخده عبارة عن 20-30 صفحة المفروض تقرأهم وتفهمهم وتطبعهم ولكن هنا القصة انها بتبقى هاي تيك يعني تكنولوجي عالي ده بقى مستوى الاسادزة ومستوى المتخصصين والمتمرسين فمن هنا يصعب فهمهم ويصعب ان احنا نقدر ندرك ما يقولونه ودي المشكلة اللي بتواجهنا كلنا لان بعد كده بيحصل نوع من انواع الخلل في التواصل مع المريض او مع اهل المريض على مستوى الفهم اللي هو وبدليل انا قد اتكلم تول الحلقة مثلا 30 دقيقة واقول ان معدلات السكر في الدم سواء عالية او مضبوطة او مرخفضة لا تؤثر في المضاعفات ولكن الذي يؤثر هو الانسولين الداخلي الذي يتم تخليقه داخل البنكراس بالنسبة لها تقليل 20% ولا الناس بيتصلوا برضي وتكلموا على سكر 300 وسكر 200 هي هيها حس ان انا ما اتكلتش وستما ببينش ان الحلقة لم تؤتي ثمارها في هذه الصورة فيه تصل اه يا ستة فاطمة مرحبا 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 الو نعم حضرك بارك قد ايه بتخسي بخسي جامد يا دكتور يعني من ستة شهور ولا من سنة نستمع والله نستمع من سنة خد 16 كيلو بجد والله مفيش 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 ستة شهور انا عملا خدسك ايه عظم على جلد الوقت الشهية كويسة ولا شهية سيئة نعم نفسك مسدودة ولا عادية اه لا باكل عاد مفيش حاجة لا باكل والله حاضر مفيش اسهال ولا في اي حاجة باكل في اسهال اه وعند فيروس سي والفيروس خامس الدكتور قال لي ده نسبة بسيطة وما اتخفيش لكن مفيش مفيش تضخم في الكبد ولا في التحال مش عاشها بقى الخساسان ده من اه خالص جدا طيب اه حضرك حللت السكر الصاب 105 او اللي بعد اكل 140 طيب ايه اسئلة تانية شكرا جزيلا احنا نجاوب عليها عشان ما ننساش هي الخساسان يا جماعة في بلادنا العربية وفي مصر خاصة تلات اسباب واحد مرض السكر اتنين امراض الكبد تلاتة الغضة الدرقية هل معنى ذلك اللي مفيش اسباب تانية لا فيه حوالي 40 سبب اخر ولكن هنا هنخوش بقى في الاسباب المكلفة جدا اللي احنا نشأت تماما على ما نستوضح هذه الاسباب فهل انا لما عملت سكر صايم وسكر بعد الاكل بساعتين والايته طبيعي زي ما هي عاملت اكتفي بذلك لا لان دلوقتي تعريف السكر وده اللي بنسأله للطلبة كمان في الماجستير وفي الدكتوراه ان لا يجب ان يكون تعريف السكر هو التعريف اللي دلوقتي عدى عليه حوالي 100 سنة تقريبا وهو ان معدلات سكر مرتفع في الدم بصورة مزمنة او بصورة مستمرة لا السكر بقىش كده السكر بقى عدم التجانس ما بين اداء الانسولين واستقبال الخلايا يعني فيه عدم ارتياح فيه عدم تناصق فيه عدم تناغم كما وكيفا قد يكون الانسولين موجود ولا يعمل ومن هنا انا يجب ان انا يعني ايه عايز اقول استنفذ جميع الفحوصات العادية حضر والله هاخلص جميع الفحوصات العادية والفحوصات المتقدمة حتى اقول ان ما فيه السكر بعدها انا ممكن اركب لفيروس سيه اللي عند حضرتك رغم انك بتقولي معلش ماليش دعو بالزميل اللي قال لحضرتك ان هو مش السبب له برضو حاجات تانية عشان نعرف هو السبب او لا اتفضل يا فاند يلا يا محمد مرحبا بيك انا وسهلا اهلا بيك يا دكتور اهلا بيك يا فاند اهلا يا ستة محمد انا اجي ثلاث سنين وعشر شهور اه عنده سكر من ثلاث شهور بقاله ثلاث شهور عنده سكر ربنا يشفيه اه ايوة فضالي ايه على طول السكر بداع مرتفع ومفيش اكل ويشكب بطنه ومعرص على طول طبعا زملاتنا حطوها الانسولين طبعا مش كده في اسيتون يا فاندم ميه ثلاث شهور اه الاسيتون موجود من ثلاث شهور لكن دلوقتي اختفى طبعا معرش وبياخد ثلاث مرات حاليا من دلوقتي عن في السكر طيب ايه سئلة تانية يا فاندم هو بالنسبة ان احنا هنا دلوقتي سكر الاطفال ده من السكر اللي هو بيبقى عاويش شوية وبياخد وقت وجهد من السادة المعالجين لسكر الاطفال لان الطفل عادة بيمر بمراحل متباينة خلال السنتين الاوليتين او الثلاث سنين من تكون مرض السكر او حدث مرض السكر عنده والتباين هذا بيؤدي الى اخفاقات كثيرة ونجاحات متغيرة في مدى العلاج ومدى قبول العلاج احنا ما بنقدرش نفهم الناس الكلام ده مع اننا بنقعد نقوله ونزيده الجهاز المناعي بتاع الولاد الصغيرين دول عادة حينما يحدث سكر في الاطفال يكون الخلايا المنتجة للانسولين صفر مش واحد في المية كمان صفر لا تتجاوز تلاتة في المية نظرا لان الجهاز المناعي ما بيلتهمش شوية وبيسيب شوية ولكنه يحظل استفاقة او افاقة للخلايا دي لان بعضها بيتاكل تماما وبعدها بيتجرح بالبلد كده اللي بتجرح دي بعد خمس ست شهور تلات شهور تتصلح فيبدأ السكر يتضبط سواء بقى بعد شهر بعد اثنين بعد ثلاثة الفترة دي ما فيش حد يقدر يحددها فالمجروحين يلموا يعني يلملموا جراحهم وبالتاني يستعيدوا بعض وظائفهم وهنا يبدأ السكر بتاع الودة دي اللي بتسميها الفضرة شهر العسل هتقعد الدجر العسل قد تكون اسابيع او شهور فمن هنا الفكرة ان بعد كده الجهاز المناعي مع اي نزلة معاوية مع اي نزلة برد ولو كانت بسيطة بيستشري ويستفيق ويستفحل ويعيد مهاجمة الخلايا بشراسة فالشوية اللي كانوا فاء وقاموا ودي المشكلة اللي بتقبلنا في الخلايا الجزائية ايضا هنا ما نعطي الخلايا الجزائية بلادنا مليانا الحقيقة فيروسات الفيروس عمل يزوره الحل واللي بينزل على القصبة الهوائية واللي بينزل على الشعب الهوائية والتالي اللي عمل مال المعدة او القولون او الكلام ده بحصل شوية قيء شوية اسهال شوية تواجع في البط شوية زوره يحرقه خفيف الطفلة او الطفل وبالتالي هؤلاء الجهاز المناعي غير مستقر في بلادنا ندي الخيال الجزائية اه طبعا ما نديها ما نديهاش ليه لان اول تلات سنين في مرض السكر سواء للصغيرين او الكبار بيحصل فيهم تكون المضاعفات يعني بداية المضاعفات لمرض السكر كلام ده مش كلامي ده كلام عالمي تحدث في بداية الثلاث شهر الاولى ثلاث سنوات الاولى وخلال السنوات الاولى تخرج هذه المضاعفات غير مرئية يعني ما نعرفش نشوفها لانها بتبقى بسيطة اوي طيب نكمل بعد التليفون افندم ستة اميرة اهلا بيك اهلا بيك اهلا بيك يا فندم انا كنت بتصفل من حضرتك بس انا عندي سكر بينزل سكر واطي بيجي بقى 68 ويوم معي كده بقى 80 بتعايزه حاجة بس لتربع السكر اللي باخد سكريات وجسمي عمال بايضخل اه طيب انت وزري ضغطك ما بينقلش اه لا ضغط بيوطى برضو طيب شكرا كم الضغط عندي بيوطى بيبقى ساعات 90 soks بنتوقع بتوقع طيب شكرا جزيلا مش كذلك على سؤالك هو قالت ثلاث حاجات انا اهتمل بهم جدا واحد ان وزنها طب بس اكمل الكلام فمن هنا الاطفال الجهاز المناعي غير مستقر طب هل معنى ذلك نفضل ندي خلايا جزعية طول ما هو بيه اه ندي خلايا جزعية طول ما وجود المدرسة الالمانية ما بتعطيش خلايا جزعية مرة واحدة للاطفال بتدي ثلاث مرات بين المرة والتانية من ستة شهور لسنة طب ايه فكرتهم في كده هو عاوز يحافظ خلال الثلاث سنين دول يبقى فيه عشرين في المية من الخلايا تعمل ده الهدف مش علاج ابدي لو جيب فضله من الله هو نعمة وما يهمنش معدلات السكر قد ايه لان يا جماعة احنا قبل كده قلنا خمس حلقات ولا ستة ان سكر عالي من غير مضعفات مايفرقش معايا يعني طفل طبيعي وبيروح المدرسة وبياكل وبيزرق والحمد لله عينيه مش هحصل لها حاجة مش هحصل مثلا ارتشح في الشبكية ونسفة في الشبكية وانفصال شبكي وقد يكون عمى في احد العينيه لقدر الله مش هيحصل حاجة في الكلا اللي هو التهابات في الكلا ثم زلال في الكلا ثم فشل كلاوي مش هيحصل مشاكل في القدمين زي انسداد في الشعيرات الدموية اللي بتغذي القدمين اللي انا هتكلم عنها النهاردة باستفادة وبالتالي والعصاب الطرفية وما بعد العصاب الطرفية في الزكور ما يحصل عدم الكدرة الجنسية بشوف رجالة عندها 25 سنة و30 سنة يعيني ما عندهمش امتصاب فدي كارثة محققة يعني وبعضهم ما بيتجوز طبعا فده يعني الكلا العصاب الطرفية التقرح القدمين الفشل الكلوي العينين جلطات القلب وجلطات المخ والشلل هل ده كله ما يسويش ان انا قدي خلايا جزعية اول ثلاث سنين مرتين وثلاثة يستدعي ذلك مش ابص بقى لمستوى سكر في الدم قدي ايه ما قلناش ان احنا نخلي السكر عالي هذا لا انا نقبله ولكنه لو كان سكر ممتزم مع خلايا تنتج الانسولين اقل من 20% فالخطورة قائمة يعني الخطورة هتحصل بينما بينما لو كان السكر عالي والخلايا تعمل بنسبة تزيد عن 20% فالمضاعفات بامر الله لم تكون قائمة ارجع للست اللي اتسألت اللي هي بتقول ضغطي بينزل 96 على 60 في بعض سيدات او البنات وكتير منهن ضغطهم 90-60 طب ام تعتبر 90-60 مش طبيعي لو يصاحبه مضاعفات يعني واحدة نزلة وبتركب الميكروباز وبتركب التاكسي وبتتخري مع جزة ومش عارف ايه وبتعمل كل الكسة داي ونقل لها اتسألت مبسوطين وكويس لكن واحدة حتى ضغطها 100 على 65 اهو يعني اعلى ولكن بيجي لها نوابات اجماعات عدم تركيز دوخة الدنيا تلف بيها اه يعني عدم تركيز اه ممكن تحس ان بيحسن حاجة بنسميها بلاكينج اوت يعني الدنيا تسود فيه في وشها لو جات تقف مرة واحدة مثلا تحس ان الدنيا سودت او تحس ان الدنيا بيضت خالص اصفرت قدامها او احصلها شحوب ليبقى ده ما لا نقبله لان المستوى الضغطي ده ليس مناسبة لسنها او لحالات طيب سكر بينخفض مع ضغط بينخفض غدة قذرية سكر ينخفض مع ضغط ينخفض يبقى مرض في الغدة القذرية سكر ينخفض مع عدم انخفاض الضغط يبقى زيادة نسب الانسولين في الدم او معدلات تخليق الجلوكوز من داخل الجسم منخفضة بتدي نقص سكر يعني زي امراض الكبد امراض الامتصاص بعد امراض التمثيل الغذائي التي تحدوا من انسياب الجلوكوز داخل الدم اعرفوا ازاي يبقى قلنا الغدة القذرية انخفاض ضغط والغفاب سكر وعادة الوزن ما يزيدش طيب السكر او بدايات سكر يعني ممكن السكر بيجي في نوع الثاني من المرضى الاول الانسولين يزيد يحصل انخفاضات في السكر لان الخلايا هنا بيكون متحفزة الخلايا كده بيكون متعورة حلوة متعورة دي على فكرة لان الخلايا المتعورة بتنزي انسولين يعني هي مثلا مفروض الخلايا دي فيها انسولين محوشة جواها وبيطلع على حسب بقى منظومة متكاملة منظومة بتقنية عالية جدا ان الاكل بيأثر والجلوكوز بيأثر والرمونات التانية والاكل هو بنشمه وابناكل يطلع الانسولين على حسب الوجبة اما في حالة ما يكون الخلايا متعورة الانسولين هتنزه زي ما يكون واحد عنده جرح في ايده وبتنزل مية هو ده الانسولين اليد مجروحة بتنزل غير العرق العرق امتى اللي يتخليه يطلعه ايه الحرارة العالية او الرطوبة العالية او ان الجسم الانسان نفسه يكون سخم زي حاليات مثلا بيكون عنده حمى فبالتالي يبقى انزل عملية العرق عملية تخليقية سليمة فيسيولوجية معقدة فيها نوع من النشاط بالنسبة للخلايا ان تفرز العرق ولكنه اذا كان الجلد نزل عليه مية سخنة مثلا التهب والجرح حينز مية النز هنا عبارة عن ايه ما ليس لا يخضع الى ميكانيكية او آلية متقدمة ولكنه عملية ايه رد فاعل عملية غير طبيعية فهذا ما يحدث في الخلايا التي تنتج الانسولين اللي بنسميها البيتاسين او الخلايا البانكرياس اللي بيحصل بالظهر ان بدايات المرض ان الخلايا بيكون بتعورة تقوم تنزل انسولين الانسولين يخفض السكر في الدم بلغ قياسات هنعرف نفرق بالاثنين نعم نفرق بالاثنين بس للأسف القياسات دي مش موجودة في المعامل العادية لان المعامل العادية مش متفهمة او ليست على منظومة متجانسة مع السادة المعالجين بهذه الطرق لان ما احنا قلنا الطب بدرجات يعني من واحد لعشرة فده يعني ده قمة الطب ان احنا نطبقه بهذه الصورة ان انا اقدر اقول ان في هذه حالة حضرتك دي هل الانسولين فعلا بينسب كده عشان الخلايا بعد شوية حيجي لها سكر ولا هو فعلا فيه نشاط زائد في الخلايا التي تنتج الانسولين وده نشاط طبيعي بس زيادة شوية وده اللي بيخليك جلوكوز بتاعك يقل وبالتالي بتاكلي وبعد كده بتتخاني واللي ضده ان الضغط واطي النوع التالت حادة ان بيبقى مفيش سمنة معاك اللي هو نتيجة لامراض كبد امراض متابوليزم او اللي هو امراض يعني اللي هي امراض المتابوليزم اللي هي التمثيل الغذائي وما الى ذلك ما بيكونش معاك الجسم ما بيتخانش فالحقيقة انتي اللي انا شايفه اللي انا شايفه ان انتي هتعيدي السكر صايم وبعد الاكل بساعتين بالطريقة الطبيعية اللي احنا بنتكلم عليها دايما اللي احنا بناخد 75 جلوكوز جلوكوز على 300 سنتمية وال75 جلوكوز بنشرابهم خلال ربع ساعة وخلال ربع ساعة ده بناخد عينة تانية بعد ساعتين من اي جهاز بنبيعه بتاع السكر من اللي هو الصغيرين دول الرخاص خالص كافي اوي ونقس الصايم وبعد الاكل بساعتين ممكن نقرر العملاء دي مرتين وهنعرف طبعا بالنسبة لك ربما لا تأتينا لان الامور ساعة بتبقى صعبة يمكن ترويح حتى حضرتك لده كثرة متقدمين جدا ما عارفوش يخص حالاتك في بعض الحالات بيكون صعبة جدا في التشخيص وبالتالي بيكون محتاجة يعني تقنيات عالية جدا تكلفة كبيرة احنا كنا واقفين على كيفية ان المريض يستطيع ان يتفهم طبيعة ما هو آتم به للطبيب ولسيما في الامراض المزمنة مثل مثلا السكر امراض الضغط امراض القلب امراض المخ واصعبها الحقيقة السكر اسلي ممكن يبان انه هو مرض متافي يقول لك سكر بعد الاكل اكتر من 140 وبعد وهو الصائم اكتر من 110 ويتاخد بهذه الصورة فده المستوى الموبايل اللي هو سنة 19 اول ما طلع 2001 و2002 اللي هو قل نفتح التك نفتح ونطلع الكلمة المكالمة على طول هما بيشيل 100 رقم تاني بعد ما تقدم شوية قلنا بدخل عليه مقامة زيكة ومش عارف ايه ورنات ومسيجات وحاجات زي كده كتير فبدأ يبقى متوسط مستوى الماجستير او مستوى يعني كده بعد كده بقى الهاي تيك والتكنولوجيا العالية انه هو نفسنا احنا بنفهمه في شهرين على ما انطبقوا كله لو كان لأول مرة ونكتشف بعد الشهرين ان فيه حاجة انا لسا بكتش اخبالي منها حد علم هالي ولا حد الهالي فما ادراك بقى استاذ السكر ولا استاذ الهودة الصماء ولا استاذ الميتابوليزم او التمثيل الغذائي حينما عاوز يبسط معلومة في هذا المستوى الضقيق جدا والصعب جدا انه ساعاتك عايز تستوعبه خلال حاجة يعني برنامج لمدة ساعة في التلفزيون لو شفت منه 10-12 ساعة او ساعاتك مثلا في مقابلة مع المريض مع الطبيب في مثلا في أثناء العلاج او ما الى ذلك هتفهم منه الموضوع ده في تلت ساعة او نص ساعة ومن هنا يحصل بقى الديستورشن يعني يحصل الانشقاق وعدم التفاهم ما يبين الطبيب والمريض لان ده بيتكلم بمستوى معقد جدا اللي هو يمكن يكون طبيب اخر لو كان موجود يمكن ما يتفهموش يعني لا يدركه نيجي بقى على المصيبة الاكثر يعني الكارثة الاكثر حدوثا الكارثة هذه قد تكون في انصاف الاطباء وانصاف اللي هم الذين يتعملون مع الطب ازاي بقى بتيجي ازاي اللي هي الذين يتعملون مع الطب وليسوا بالواقع والله يجل لنا حاجاتها هي على المسيجات نجواب عليه على طول احسن ننسى انا مريض سكري سكري باخي بالسعودية او بالخليج وعمري عشرين سنة ربناش فيه وطوله 167 سنتي ووزن 64 كيلو ما الوزن المثالي وسؤال تاني اريد فيتامين او اي علاج يضبط الاعصاب مفيدة وشكرة انا حقول لساعدتك وزنك وزنك انت حضراتك 64 هو بالنسبة للعالم يبقى كويس يعني لو زاد اتنين تلاتة كيلو بس فيه نقطة اسلحنا بنحط في الوزن وهو ده بقى لازم تكشف الوزن بخش فيه حاجة اسمها الفريم يعني فيه ناس زينا احنا كده او زي انا الفريم عريض يعني العظم عريض وفيه ناس العظم رفيع فلو انت حضرتك ده على حسب انت شكل الهيكل العظم بتاعك شكله ايه ولكن انا اعتقد ان كده شوية صغيرة يعني اعتقد لو انت زادت تلاتة اربعة كيلو كمان بقيت 167 168 متأسف بقيت 67 او 68 او حتى 70 كيلو هيبقى كويس جدا الفيتامينات في مرض السكر ده كلام هراء كلام مضحك والناس اللي عملت بربع فيتامينات عندنا مشكلة من اتنين لو كانت هذه الفيتامينات من الفيتامينات اللتي بده دوب في الماء زي فقط من دلوقتي بيت ويلف اللي انتوا بتاخدوه كل لو اللي هو بيتولفكس ومش عارف ايه وحب الحاجات كده وحقن تخ 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 شغالين حقن الحقنة فيها كمية فيتامين بيه 12 تكفيك مثلا 3 سنين وبالتالي احنا ناخدها من هنا نتخش تنزل في البول بعد ساعة واحيانا المريض لاحظ حتى ان البول بقى لونه احمر يعني بندي كميات الغلاق قبل لنا من الفيتامينات النقطة التانية قد يكون فيتامينات ما التي تذوب في الدهون وادم تذوب في الدهون ما تنزلش بالكلا تختسن جوه الجسم زي فيتامين دال مثلا او فيتامين كين دول بياخدسه نجوه الدهن وفيتامين ايه كمان فلهم اثار جانبية شديدة جدا يعني عروف ان فيتامين ايه مثلا بيعمل تساقط شعر زيادته ويعمل حاجة اسمها هايبر كاروتونيميا والجلد يبقى اصفر وحالته مزرية ونزبط الكلوم انه بيعمل على استوبروزيس يعني يعمل هشاشة في العظام فيتامين دال يزود الكلسام اوي ويعمل مشاكل في الكليتين وممكن يعمل حصوات مفيش حاجة اسمها انا ما كتبش فيتامينات خالص عالج اصل المرض والتقنية اللي هي يعني انت راس المرض فين وعالجه بعد كده هتحتاج فيتامينات ليه ان زمان الفيتامينات موجودة لان الناس ما كدش بتاكن لحمة اللحمة دلوقتي في كل البلاد الفقيرة والغنية ما تعتبرش واجبة غالية على فكرة لان في منها انواع يعني لو احنا جينا في مصر اي عامل في مصر بياخد خمسين جنيه في اليوم ده قال لي حاجة في كيلو لحمة تلاتين جنيه كان زمان العامل بقى لو انا هتكلم على زمان سنة سابعين مثلا كان العامل بياخد مثلا خمسة وعشرين ارش كان كيلو اللحمة اربعين ارش يبقى اذا اللي هو النوع اللي هو الادنى او خمسة وثلاتين ارش ايامها فبالتالي ما كانش يقدر برضو يجيبها لكن دلوقتي يقدر يجيبها يعني خلي عامل بشي هتقوله ما فيش شغل شغل مالي الدنيا بس انا او تشتغل حينا انا مريض سكري برضو اخ من الخليج لا اعرف ماذا ماذا يمكن ان اكل في وجب الفطور صباحا والله اسئلة دي يعني هي اسئلة بالنسبة لنا ما تزعلوشها جماعة تعتبر سطحية قوي ما برضو هجاوبها الصبح ما قدرش اقولك تاخل الصبح حال انت الصبح راجل بتقوم مثلا من نوم تقعد عالمكتب ولا بتقوم تروح شغلة بسيطة تركب عربيتك او سيارتك وهدين تقعد عالمكتب في التكييف ولا بتنزل حضرتك بتكون مثلا بتشتغل في شغلانات مهنية يعني بتطلع سلالم وتنزل سلالم وتروح وتيجي فالواجبة دي بتختلف من واحد ويكونوا حتى 700 سعر على حسب وبعدين على حسب وزن المريض ايضا هل وزنه احنا عايزين نزود وزنه ولا نقلل وزنه وهل في امراض مصاحبة لقدر الله معاه مرض في الكبد يبقى لا الاكل حيختلف او مرض في الكلى الاكل حيختلف ايضا فالقصة ليست يا جماعة على مطلقها الكلام ده وده يسئني جدا اما لاقي الزملاء اللي هم بيشتغلوا في التغذية والكلام ده عملين يتكلموا كده وخلاص هم درسين شوية البروتين الفول فيه مش عارف كم سعر والبطاطس اسلامة بتتحط على المرتا بيمسكوا في بعض فيمسكوا مش عارف يعملوا ايه في العمعاء فيطلعوا ايه ويودوا كله كما لو كان كل البناءات من طبيعيين يبقى اذا كل البرامج اللي هتتتحدث على التغذية وما الى ذلك تتحدث عن الناس الطبيعيين حتى لو كان عنده سكر ما ممكن يبقى عنده سكر وكبد وكبد ده ما يعرفوش غير روحة تاني يعني حد جامد عشان يعرف خشخص الكبد ما شافوش ما شافش علاماته او عنده كلا او عنده حاجة في الشبكية او عنده حاجة في القلب وما الى ذلك فهذه الشواية كلها يجب ان تكون مجتمعة ومحسوب حسابها يعني كتم حسابها في حالة اننا حبدأ العلاج يعني العلاج وهو عبارة عن منظومة متكاملة تتناسب مع كل مريض على حدة ام تقاني من مرض السكري والنوع التاني تتناول حبوب اسمها كذا ماسي الاعراضة التي تعاني منها الصداع والرجلين الاقدام وزناها بيقل قلة النوم التوتر العاصبي يا راجل دي الجنة يا راجل طويلة ما انا هنا شهر على ما نعرفنا عليه جانب شخصة كويس مش هادر اجابه بالسؤال الطويل ده لانه فيه حاجات كتير جدا وكل يعني فقرة او كل حاجة منه بتبقى طويلة ما عليش اسفني يعني لو هتكلم حضايق الحلقة يعني الصداع ده ممكن يكون زيادة سكر ممكن يكون نقص سكر ممكن يكون الارتفاع في الدم ممكن يكون زيادة الكوليسترول في الدم او ما الى ذلك ممكن الصداع يكون ان هناك بدأ يحصل تصلب الشرايين في الشرايين الوتادية الموجودة في الرقبة اللي هو الشريان اللي بتاع الرقبة وده يتشخص فانا ممكن يكون فقرات يعني حاجة بعيدة خالص عن السكر ده نمسكتلك الصداع ممكن يكون ان العين نفسها السكر معصر عليها وبالتالي الرؤية نفسها في العين اليمنى لا تتطابق مع العين اليسر وتصب بصداع ممكن يكون دي جيوب أنفية وبتحصل معاها عادة الصداع يقوم يبقى بأمورننج يعني الانسان ما هو من نوم ويقى في مقدمة الرأس فحضرنا احنا لأن حضرنا بتسأل سؤال معلش الهاي تيك يعني برضو لتكنولوجي عالي فبنجاوب بعمق شديد جدا إجابة بيكون عميقة مش هكون الإجابة البسيطة الأقدام بقى ده السكر ده اللي هنتكلم عليها دلوقتي حضرنا اكتبع معنا نقص الوزن يقيم ما يكون هو السكر وده 90% حيكون هو السبب وحتى لو كان بتاخد كميات كبيرة من العلاجات وحتى لو السكر كان مزبوط فهنكر ايضا يكون الوزن هو بيقل نتيجة لأن الإنسولين يأما فيه نقص إنسولين حقيقي في الدم يعني في الجسم أو أن هذا النقص نقص عملي أو نقص وظيفي بمعنى أن الإنسولين موجود ولكنها لا يؤدي مهامه نظرا لأن الخلايا لم تعد قادرة على الاستجابة لعمل الإنسولين طبعا عندنا التحليل اللي بتبين كل الكلام ده تماما وبنفك التلاصم دي بمنتهى اليسر بس بتاخد من أسبوع ل 15 يوم عشان نقدر نعملها قلة النوم دي برضو ممكن يكون عدم طورد الدم إلى التاطر العصب طبعا مش معانا وحيانا بيكون عندنا أمراض اسمها المصاحبة لمرض السكر يعني ممكن السكر يبدأ بإصابة في البنكرياس وينتهي بإصابة في غدد أخرى زي الغدد الدركية والغدد الكاظرية وما إلى ذلك المريء الدكتور دماغه ألف سيف إنه هو السكر ومش دنيان إن السكر ده جزء من كل زي العربية مثلا أدوكم سهر الجماعة الميكانيكية بقى العربية بتاعت زمان اللي كنا بنشتريها كان سير الدينامو لو سير الدينامو نقطع بعد شوية العربية حصل لها إيه تسخن العربية لإن سير الدينامو ماسك في الدينامو وماسك في المطور اللي بيلف في الدينامو بس في نفس الوقت ماسك في ترمبة المية اللي هي بتخلي المية تتقلب جوه العربية وجوه الرادياتير فما تسخنش طب بعد شوية يحصل إيه البطارية تروح واقفة فخلينا ندع أنا ما حضرتش الأمثلة دي خلينا نقول إن السكر هو سير الدينامو أول حاجة حتبان إن اللمبة الحمرت جوه الطابلوب إن الدينامو مش شغال هذا السكر إحنا ماشيين دماغنا ألف سيف إن إحنا نشغل الدينامو نلاقي العربية سخنة إحنا مش عارفين إن بعد المرحلة الثانية سخونة محارقة الثالثة البطارية ما تشتغلش خالص والعربية تقف في مكانها فمن هنا ده بقى الميكانيك اللي فاهم لكن الراجل بيسوق بس وماشي مش في دماغه التلاتة دول مش في دماغه إنه هو بعد كده حتحصل مشاكل ويبص إن الحرارة بتاعت العربية أكتر ما يبص إن الدينامو بيطلعش طاقة بيطلعش كهرباء فلازم نكون إحنا فاهمين وإعذروا الأطباء اللي هم عليين قوي نيجي بقى نقولنا برضو أنا في خمس دقايق عشان أخش على القدمين هقول إيه المشكلة الأكتر بقى يعني المريض ما بيستطيعش كده طبعا المريض أو أهله ما بيستطيعش أن يستوعب وابنعذره لإن إحنا قلنا بداية فهم الطب الحقيقي سيبونا يا جماعة من زملاتنا اللي هم أقيمين بشغل جامد جدا اللي يكون فعونهم في نجوع مصر وفي قراها وفي مدنها ويعني وأرجائها لإنه عن ليه ضغط شديد جدا كان الله فعونه والرجل بيشتغل تحت الحقيقة إمكانيات طعيفة متدنية لا تساعده على الإبداع ومع ذلك بيعالب وبيكتب روجتات وكلام ده كله وربنا سبحانه وتعالى بيابن على يديه الشفاء للمرضى بنسبة فوق 60-70-80% فده إنجاز ليهم للزمل وهم بيشتغلوا في هذا الوضع ولكن احنا ما نيجي نتكلم بقى في المستوى الراقي من العلم مش حكاية الكتابة المستوى الراقي من العلم المستوى الراقي من العلم حياخد أنا كان زمان أو مازنة يأخد الرجل الراجل وقدك المريض ويروح للصيدالي الصيدالي يبص الدواء يقول له ده دواء أنا بديك دواء للسكر ده بص لساعة السكر ده بتاع الضغط وقالين لو هو بسا بياخد دواء عشان الشعر الكتير السيد البنت شعرها كتير يقول له ده دواء معدة انت ملك انت احنا أحيانا نكتب أدوية وقلت الكلام ده قبل كده ليه مثلا للعقم وهو يكون دواء معدة فعلا هو أول ما اخترعون المعدة ومش مكتوب في الورقة بتاعته انه بيعالج العقم لكن أنا اللي عارف ما ده الفرق أنا اللي عارف زي الميكانيكي بالضغط يقول للراجل إيه استعنا سير الدرمو وده لازم توقف ده العربي هتولع منك يقول له لا 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 مش مش كنا ما هي ماشية كويسة هي أنا وانا الدرمو مش مش كنا هنصال يقول له ده هتولع منك بعد شوية لأن التاني ده فعلا بنتكلم ان ده القصور ما بينه وقلت ان فيه دواء بيتاخد دلوقتي للشعر اللي متساقط اللي هو بيقع من شعر اللي هو شعر السيدات وشعر الرجالة حتى الصلع الدواء ده أول ما طلع كان دواء ضغط وفعلا هو بيوطي الضغط ولكن ده ولقوه فيه السيدات بيطلع لهم شعر فشوهم فقال لا 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 تبدو بيطلع شعر ده كويس نستعمله في ايه يبقى نستعمله سبري يعني مخاخة على الشعر بتاع الست اللي بيقع او عشان يطوله ونستعمله برضو للراجل لا اصلع وحين احنا بنستعمله للولاد الصغيرين اللي عندهم 15-18-20 سنة ودقنهم يعني ما طلقتش وبتاعهم زعلانين ان هما ما بقوشش ايه شكلهم رجولي لسه شكلهم يعني يعني يميل الى الطفولة شوية فبنديهم هذي الكريمات هو اساسا الدواء ده وضغط وعندكم امثلة جديدة ولا يستطيع ان يكتب هذي الانواع من الادوية غير الاطباء المتميزين الذين يعني وان العزة والعلم لله جميعا يعني عاوز اقول يعني ربنا قد من عليهم ببعض ما عنده من بعض ما عنده من يعني من العلم البسيط بالنسبة لله سبحانه وتعالى ولكنه متميز فبقى عارف يعني ماسك مقاليد الامور من الناحية العلمية يقول لك بيد علاج ليه مرضى السكر اللي هو بيتخذ للسرطان اللي هو السرطان ما هو جهاز مناعي هو معنى هو الحقيقة ما يبقاش عشان للسرطان هل بندل الادوية دي لا للجهاز المناعي مش للسرطان اللي هو مثلا روماتويد أرثاريتس اللي هو التعاب الروماتيزم اللي يزئب الحمرة حاجات كتير من هذا القبيل ولكن الدواء الدواء ده بيتطور مع تطور الزمن الاساسة ده الطرف تكتبه لكن مش مكتوب التلام ده جهو الورق بتاعه لأنه مش مطالبين الشركة نها تكتبه ولكن احنا بنستعمل حاجات غير حاجات حينكتب دواء الغدددركية والغدددركية عالية ونكتب دواء يعليها مثلا عندي حاجة تانية أنا بعملها بلوك من حتة تانية فالمنظومة دي ما يجبش ان زملاتنا الصيادلة يدخلوا فيها ولا زملاتنا برضو المجغولين قوي بالطب وبيشتغلوا كتير وعندهم عدد كبير من العينين وما عندهمش وقت يقروا او يطلعوا او يجنى عشان نوريهم انهم يدوا يفتوا في هذه الامور لانه بيعملوا نوع من انواع التشكيك يعيني واليقين مع المرضى وزويهم والمرضى وزويهم ايضا لازم نعذرهم لان طبيب الطبيب اللي هو خلص الباكالوريوز في اتصال حاضر هخلص النقطة دي خلص الباكالوريوز درس 6 سنين بعد السنوات العامة والحقيقة يا دوبك يعرف من العين بخمسة في المية ياخد الماجستير بيعرف خمسة وعشين في المية ياخد الدكتوراه بيعرف خمسين في المية فتخيلوا واحد عشان يوصل للدكتوراه ست سنين وبعدين خمسة وخمسة يبقى عنده دلوقتي ستة وعشرة بقى ستاشر سنة في الطب وعلمه لا يتجاوز خمسين في المية من العلوم الطبية وما ليه بده يفهم انت اما يعدل خمسة واربعين سنة اهلا يا فندم اهلا وسهلا الو السلام علي اهلا بك يا فندم سانس يا دكتور انا عندي زوج يو عنده 40 سنة وهو عنده سكر نعم وبيستخدم الانسولين وش عايز اخد انسولين لا السكر اسواري حاليا سوط ساعتك مش واضح ممكن بس حضرتك ايوة دكتور انا وحضرتك اتفضلي بالراحة كده وفاهمين زوج بيع حضرتك عنده 40 سنة وهو بيتعلي بالانسولين عنده سكر وبيتعلي بالانسولين ايوة حضرتك وعنده فيروس تيدي خبناش فيه والفيروس سبب الانزيمات عالية الانزيمات الطبيعية لا عالية يا فن عالية كم مرة ضعف الطبيعي كم مرة حضرتك شؤال تاني حضرتك الانزيمات دي يعني مثلا الطبيعي مثلا انزيمة 40 اللي بيطلع بيطلع كم لا مش عارفة حضرتك ممكن اعماليها في حضرتك في اتصال تاني بس المشكلة عندي يا دكتور انه هو عند قلم شديد في دراعه وعنده في الكتفين اتنين وفي الاكتاف ايوة وما كشف انه في دكتور اتقاله انه مسكن معاك يا فن راح الاتصال طيب كل الاعراض اللي حضرتك بيطلوها دي معروفة مع مرض السكر والحقيقة الفيروس سي مع مرض السكر منتشر في مصر وعيب ان السكر بيزود فيروس سي وفيروس سي بيزود السكر والاتنين بيخشوا مع بعض على الجهاز المناعي يبوزوا بعضهم الاخر يعني ندي علاج للسكر ما نجيبش نتيجة اوي ندي علاج الفيروس سي ما نجيبش نتيجة اوي فيبقى محتاج نوع من التوازن العلاجي مختلف شوية عن كل العلاجات الاخرى ما كده يعني ما يجبش ان انا امسك فيروسي علجو الوحده والسكر علجو الوحده ما ينفعش هذا الكلام يجب ان يكون هناك مواءمة او يكون هناك نوع نعم حاضر اتفضل سيدة الله بركاته ايه بكتر مع ساعاتك افضل حضرتك كنت عاوز سبسل حضرتك انا عملت عمليات خلاق جزعية نعم عند حضرتك ودلوقتي السكر بيرفع اكتر من الاول اه يعني حضرتك طيب معليش اعود الاتصال تاني يبقى احنا دلوقتي حضرتكم احنا بنتكلم اه بالنسبة للاخت اللي قالت يبقى فيروسي مع السكر هذا المنظومة دي عاوزة تتضبط قوي يعني لازم تتضبط كويس جدا الحقيقة كل ما انزيمات الكبد بتزيد هذا بيؤثر بالسلب على الاداء بتاع الكبد فبيخلي الجلوكوز من هنا ما بيطلعش بالصورة الطبيعية اللي احنا عايزين نقولها كمان وجد ان فيروسي بيزود مناعة الانسولين يعني بيخلي الانسولين ما يشتغلش كويس حتى لو وجد بصورة طبيعية يعني الانسولين يبقى موجود بكميات مناسبة جدا ومع ذلك ما يشتغلش فلازم يا فندم نستبين هذه الامور يعني لازم نعرفها قوي ولا سيما لو كان الزوج بيخس بالنسبة للمفاصل المفاصل الفيروس يعملها والسكر يعملها بس هيا كتفين متميزين جدا في السكر يعني السكر بيعمل الكتفين وسعاد بيعمل نوع بنسميها فروزن شولدر يعني الكتف يبقى متيبس وسعاد بنحن فيه حاجات وده الحقيقة لازم يكون السكر يكون متزبط قبلها والنفس المنظومة يكون معمولة صح حتى نصل إلى ذلك لأن الأوطار نفسها بتتيبس فضلنا الحاجات البسيطة حاوز أتكلم على القدمين نعم طيب خمسة الفائدة حتكلم فيهم على القدمين صحة القدمين في مرضى السكر القدمين دول أهم في رأيي أنا من العينين ربنا يشفينا جميعا وأهم من أي حاجة إنهم هم مواضع ارتكاز للإنسان حتى يستطيع أن يقضي حاجياته أو حاجاته وحاجاته الأساسية مجرد أنه يدخل لحد الحمام من غير محد يسنده أو يمشي على رجليه ده بيكون فضله من الله ونعمة هو فضله من الله في جميع الأوقات وفي جميع الأوقات طيب أمال إيه بقى المشكلة اللي قدامنا في القدمين القدمين في مرض السكر دول الحقيقة بيصابوا من الوهلة الأولى من اليوم الأول السكر وزي ما قلنا أول ثلاث سنوات السكر بيبقى مشكلته هو ده إن يفضل إنه هو يعني القدمين السكر بيعلى أو بيبدأ بداية السكر يبدأ القدمين يتأثروا حتى يعني لو إحنا بعد السكر بعد الدولة كده اتزبط مش هيبقوا مش هيتزبطوا حيفضل يمشي نفس التدهور موجود وعشان كده القدمين يبان مشاكلهم بعد خمس سنين عشر سنين ولا سيما في النوع الأول اللي هو بيعيش فترات طويلة لو كان فيه الإهمال بالصورة اللي احنا اتكلمنا فيها طيب هل هناك عمليات وقائية للقدمين نعم تسمعته طبعا على الناس اللي بتحقن خلاجه زي فوشها على أساس انه الشاي بقى نظارة ده معروف ودلوقتي بيتحقن في فروة الرأس عشان يطلع الشعر وبنحقنه احنا بالنسبة للارتخاء الجنسي في القضيب وبيتحقن في الخسيطين لبعض حالات اللي هو ما يكونش فيه حيانات منوية وممكن ان احنا بنستعمله في التهاب الأعصاب الطرفية في القدمين بنحقن الخلاج جزعية يبقى اذا الخلاج جزعية في القدمين دي مهمة جدا 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 لانها واحد هتخلي الجلد يرجع لنضاراته يبقى نظر تاني وكويس وطري كده وظريف نمرة اتنين ومش هيبقى بقى مشدود وعمل زي الجلد الشمطة ومتيبس نمرة اتنين هيخلي الشعيرات الدموية ايضا تعودوا اليها الحياة لانها بيكون بتسددة يعني تسددت حصل لها عفلان نمرة ثلاثة هيخلي نهايات الاعصاب الطرفية تلتأم وبالتالي تعمل تغذية عصبية للقدمين او للانسجة مع التغذية الدموية فيحافظ على القدمين طب القدمين اللي بيحصل فيهم اول مشكلة ممكن تحصل المشكلتين اساسيتين يعني اما تأثر الشعيرات الدموية وبعدين برضو المريض يروح للدكتور الغير متخصص يقول له كويس قوي ده الدم واصل لرجليك ما نمعاك الدم واصل لرجليك لان الطبيب اما فحص فحص الدم الاوردة والشرايين الكبيرة اللي بتروح لرجليك لكن ما فحص الشعيرات الدموية اللي هي بدأت تتسدد هل لها فحص ايوة زملاتنا بنعلمهم للطلبة بنعلمهم للدكتورة ولكن عشان يباني ان الشعيرات الدموية حصلها انسداد لازم سبعين في المية من الشعيرات الدموية تكون قد اصيبت بالانسداد يخبر ابيض سبعين في المية ويمكن اكثر لطول ما هي عشرين في المية وثلاثين في المية واربعين في المية تاب السبب ايه السبب ان الشعيرات الدموية اللي موجودة هو ناقص دي اقتنوا حولا في الحتة الجميلة دي ان الشعيرات الدموية تخيلوا ان في خمس شعيرات دموية زي صوابع كده بيغزوا طبعا هم الشعيرة يعني شعر ارفع من شعر الرأس بيغزوا مثلا صباع الخمس شعيرات دول بيفتح منهم اتنين او تلاتة في وقت وبعدين يقفلوا بعد دقيقة ولا اتنين ويفتح التلاتة التانيين وبعدين دقيقة ولا اتنين يفتح التلاتة اللي في النص وبعدين دقيقة ولا اتنين يفتح التلاتة يعني اللي شغال من الشعيرات الدموية في الجسم كله في وقت معين حوالي عشرين في المية قال تب ليه ربنا سبحانه وتعالى ما خلاش الشعيرات الدموية كلها شغالة ده اللي بيحصل أم يحصل صدمة دموية والعيان قبل ما يموت العيان قبل ما يموت الشعيرات الدموية كلها بتفتح في وقت واحد تبقى مية في المية هذه الشعيرات الدموية تستوع بحوالي 15 لتر أو يزيد من الدم وإحنا اللي بيمشي في ورقنا 5 لتر بس فبالتالي يحصل كما لو كان الإنسان نزف دمه كله ويحصل هنا الوفاة يعني من ضمن أسباب الوفاة أن تستوع بالشعيرات الدموية كاملة كمية الدم كلها اللي في الجسم وبالتالي يموت المريض هنا بقى نرجعها قبل ما نقفل على طول يعني أنا عشان أشوف الشعيرات الدموية بازت قد إيه لازم نبقى 70% ليه؟ لأن اللي بيشتغل 30 أساسا فما السبعين 30 يشتغلوا ويجوا يقفلوا مش حيلاقوا التلاتين الثانيين يشتغلوا فتبقى إن الرجل أوز تبقى ساعة ساسخنة يا بردة يا إما شكلها يعني بيل يعني شاحبة القدمين أو إنه يحصل بعد كده تبص لا تضغط على رجل سواء هي بأي لون اللون ما يتغيرش ولو اللون يتغير مع الضغطة كلنا نحط الإيدين على القدم كده ونضغط هنبص المفروض إن هي تبيض وبعدين تروح عاملة حمرة من واحد لاتنين تروح رجع تاخد اللون بتاعها تاني لا هنا ممكن اللون يتأخر أو ما يتغيرش أساسا يعني أضغر اللون متغيرش ليه؟ لأن اللون ده مش نادج عن إن الشعارات الدمية بتفتح وتقفل لا ده بقى الدم متركز وساكن في هذه المنطقة فدى اللون الكاذب بالدم يعني في النهاية المفروض إحنا كلنا كل مرضى السكر من اليوم الأول أو على الأقل خلال الخمس سنوات الأولى يحصل غرس للخلايا الجزائية في القدمين في كل فترة من حوالي كل ست شهور أو كل تمن شهور أو كل تلت شهور على حسب الحالة وصلت الحد فين لأن ده يقل قدمين وده اللي بيعملوه على فكرة ده كاترة الدجميل دلوقتي وكان معروف حتى بيتكلمه على حسن مبارك إنه كان بيحل خلايا الجزائية في تحت الجلد عشان وشه ما يبقاش في التجعيد الكبيرة مع تقدم السن وده معروف بس بتعمل على فكرة تقريبا كل شهر ونص يعني إذا الخلايا الجزائية بتعيد الحياة والنضورة ولكنها استمرارياتها لسنوات طويلة لم تحصن بعد أشكركم واستودعكم الله وإلى اللقاء الحد الجاي الساعة 11 ونص والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا